اهلا فيكم يا صبايا اليوم رح نشتح اول محاضرة في الدستريت وهي الرياضيات المتقصعة طبعا باول شابتر رح نحكي طبعا الشابتر رح يتم في عنا اجزاء في اول شابتر اللي هو فوندشن يعني رح نحكي عن الاساسية ايش هو اللوجيك وايش هو البروز تمام طيب اول جزء رح نحكي عن منصوم اسمه البروزيشنال لوجيك في البداية خليني اوضح لكم شي يعني البروزيشنال لوجيك هلا يا صبايا لازم انتو طلاب حاسب يعني لازم تعرفتش يعني لوجيك وش يعني ارثمتك ارثمتك طيب ش يعني الارثمتك اللي هو الرياضي يعني لما احكي لك خمسة زائد ستة تقولي ليه دعش لما احكي لك مثلا ثمانية ضرب اثنين تحكي ليه ستعش شو جوابك دايما الرقم اذا كانت العملية الحسابية او الرياضية جوابها رقم فهي تصنف العملية ارثمتك لكن اذا كانت العملية كان جوابها true او false يعني true صح و false غلط معناته هاي منسميها منطقية منطقية يعني logic تمام طيب كاف يعني يعني على سبيل المثال حكيت لك هل خمسة اكبر من ستة بتحكي لي لا غلط بحكي لك هل العشرة اقل من مية تحكي لي نعم فشو في جوابك true او false او ممكن نكتب false اللي هي الصفة اوكي يلا خلينا نملش طبعا رح نتعرف على البروبزيشناللوجيك ايش هو ايش اللعنجوج هاي تطبيقاتها و رح نحكي عن بعض الاكويليبانس اكويليبانس يعني المماثل اوكي رح نحكي عنها رح نحكي عن تنبؤات المنطقية اوكي ففي عندنا ايش منسميه لكوانتيفاييرز هدا جدا مهم وايضا ايش الاشياء التي تكافئ هاي البريديكت وايضا في عندنا نستد نستد يعني متداخل يعني جملة جوا جملة رح نحكي عنها وكل حال وايضا في عندنا ثلاث انواع من البروف رح نتعرف عليه الروولز والبروف ميثود والبروف استراتيجي اوكي طيب هلا بالنسبة رح نبلش بموضوع البروبزيشناللوجيك يعني هذا بشكل عام التشابتر كله رح يكون في عندنا اجزاء لكن اليوم او حاليا احنا ايش رح نشرح رح نشرح الجزء الاول يعني التشابتر الاول او الجزء الاول من التشابتر الاول هو هذا البروبزيشناللوجيك كل حديثنا رح يكون في هذه الجزء الاول عن البروبزيشناللوجيك طب ايش فيها هذي؟ هذي رح نحكي اول اشي عن اللانجوج داعتها رح نعرف الكنكتف يعني الاشارات المستخدمة في هذه في لغة الـ Propositions رح نشوف شو هو طبعا هذا أهم جزء إذا فهمتوا معي هذا الجزء فبالنسبة إليك رح تكون الماذة جدا سهلة وبسيطة يعني هذا الجزء بدكوا تركزوا كثير معي وفي عنا رح نشوف بعض الـ Application كيف أنه إحنا مثلا نترنجم الجمل اللي باللغة الإنجليش للغات رياضية رح نشوف بعض المواصفات الأنظمة رح نشوف إيش هو الـ Logical Fuzzle إيش هو الـ Logical Circuit وأيضا رح نفوت على اللي هي التعبير المنطقي المتكافئة أهميتها رح نتعرف عليها رح نحاول نثبتها فخلينا إحنا فعليا نسلايد رقم أربعة الآن رح يبلش عندنا الشرح الـ Propositions أنا يلا أحكي Propositions شو يعني Propositions يا صبايا ببساطة الـ Proposition هو أي جملة بيكون جوابها يا صح يا غل يعني أنا عندي sentence اللي هي الجملة يا بيكون جوابها صح يا غلط بس مستحيل تكون صح وغلط بنفس الوقت يعني مثلا أحكي لك أنت اسمك أمل تمام أحكي لك أنت اسمك أمل هلا أنت جوابك يا صح يا غلط بس مستحيل تقول ليلي أو لا اسمي أمل ومش أمل حتى إحنا بحياتنا اليومية لما حدا يقول لك رح أجي وما رح أجي طب شو يعني أو لا ما بيزبط يكون فهي عبارة عن جملة يا إما بتكون صحيحة يا بتكون غلط ما في عندي خيار ثاني يعني زي مثلا نيجي أحكي لكم يلا القمر القمر مصنوع من الجبن الخضراء طبعا هاي جوابها شو يا صبايا هاي كل ياتة رح تكون غلط يعني بسألنا هل هاي المدينة هي عاصمة نيجي طبعا هاي لازم يكون في عندنا خبرة مثلا تورنتو هل هي عاصمة كندا أوكي طبعا غلط هنا هاي أوكي صح هاي غلط ليش لأنه كندا مش تورنتو عاصمة عاصمة تمين من تريال أوكي طيب خلينا أنسوا من هاي المعلومات واحد زائد صفر بساوي واحد نعم صفر زائد صفر بساوي اثنين لا هذا جواب غلط صفر زائد صفر صفر فشوفوا احنا قاعدين منجاوب صح وغلط طيب في عندنا بعض الجمل ما بقدر أحكم عليها إذا كانت صحيحة أو إذا كانت خاطئة فهاي ايش منسميها يا صبايا هاي منسميها نطب روبوزيشن شو يعني نطب روبوزيشن يعني جمل أنا ماني قادر أقول لها صح ولا غلط يعني مثلا ست داون اجلسي طب شو يعني اجلس أو اجلسي يعني أعطيه صح ولا غلط فأنا هنا شو بكون ماني عارفة ماني عارفة طيب كم الساعة الآن الساعة عندي هداش بجوز عندك الساعة هلا اثناش بجوز عشر الصبح ما في جواب محدد ما في صح ما في غلط X زائد 1 بيسوي 2 ايش هو العنصر اللي ممكن تحطيه هان يسوي 2 طب أنا ممكن أحكي 1 زائد 1 بيسوي 2 صح وممكن أقول أنه أنا مثلا على سبيل المثال ممكن أنا أحكي ممكن هاي الـ X كلاتا ما تكون ممكن تكون هي مثلا 1 زائد 1 زائد 1 ممكن الـ X عبارة عن كده أو ممكن أنا أحكي مش سالب خلينا نحكي مثلا ممكن تكون هي مثلا اشي قيمة بالسالب او بالموجب يعني فماني عارفة بس هون لازم انا اوجد قيمة اكس انا قاعد بحلي المعادلة كيف بدي احلي المعادلة يعني ما انا قاعد بعطي اكس وواي يعني مثلا اكس زائد واحد بساوي اثنين كيف منحلها بنعمل ناقص واحد للطرفين و اكس بتساوي واحد صح ولا لا هيك احنا منحلها طيب بس انت قاعد بتحليلي معادل انت ما قلتيلي صح ولا غلط فمعناته هذا انت ما حددتيلي صح ولا غلط هون اكس زائد واي بساوي ز شوفوا هاي كلها تما جاهيل طب انا شو عمل يعني فهاي ايه شو جوابها يعني صح ولا غلط ما بعرف فاي اشي انت ما بتقدر تقولي عنه صح وغلط هذا بسموه not propositions هذا منسميه not propositions تمام فاذا declarative sentence is a sentence declarate a fact في عنا كمان مصطلح جدا مهم اللي هو بسموه declarative sentence يعني هلأ البروبوزيشن هي declarative sentence وش يعني sentence يعني هي جملة بتمثل الحقائق يعني هاي الحقائق واحد يعني القمر بيطلع بالليل هاي حقيقة فأي fact أي fact يا صباية هي عبارة عن declarative sentence هي عبارة عن proposition يعني الحقيقة هذه الفاكت الحقيقة تمام بنتركزوا علي الفاكت هاي هي عبارة عن declarative sentence وال declarative sentence هي عبارة عن proposition كلهم نفس المعنى وش يعني proposition يعني إما بتكون الجملة صح أو خطأ تمام؟ هاي هي ببساطة طيب خلينا نفوت على بعض المفاهيم نتعمق أكثر بالPropositional Logic هلا أنا ما بدي أقعد أحكي لكم هاي الجمل بالكتاب وبالرياضيات منطقية ما بنقعد نكتب هاي الجمل والمعادلات الرياضية نصيد نرموزلها بالرموز هاي الرموز بي كيو آر أس نسميها Propositional Variables يعني أنا بدل ما أكتب هاي الجملة The moon is made of green cheese خلص بصير أحكي لك هاي Q تساوي هاي R تساوي هاي S تساوي فأنه كل رمز من هنا بيرمز لجملة معينة بالPropositional نسميها Propositional Variable تمام؟ فهاي الPropositional Variable إما بتكون True إذا كانت صحيحة رح نكتب لها حرف T نا نعتمد أنا وياكم نمط واحد وإذا كانت خاطئة فإحنا بنعتمد لها حرف F طيب؟ طيب هلأ الآن يا صبايا في عنا بعض الإشارات الخاصة بالPropositional شو منسميها هاي الPropositional اللي هي إحنا منسميها الCompound والConstructor والConnective وفي عنا أشياء كتيرة خلينا نتعرف عليهم واحدة واحدة أول إشياء هاي الإشارة معنات النفي negative نط يعني نط conjunction هاي الـ and disjunction هاي الـ or implication if وthen وهاي الـ by direction يعني خليني أمثل لكم ياها هاي عبارة عن النط أكتب بجانبها هاي عبارة عن الـ and هاي عبارة عن الـ or هاي if else لكن هاي إحنا نسميها برياضيات ff يعني هذا الجزء لازم الجزئين يكونوا صحيحات هذا إذا كان صح then أو else تمام؟ هاي ممكن إنه إحنا نمثلها كمان if within تمام؟ هاي هي الإشارات رح نحكي عنها بالتفاصيل يال خلينا نبلش وحدة وحدة طبعا هاي كل الإشارات المستخدمة في الـ propositional logic خلينا نبلش بأول الـ negative أو negation بسموها طيب أنا عندي الآن بجملة صحيحة إذا بدي أنفيها شو بتتصير؟ خطأ يعني مثلا أحكي لك هذا اللون أحمر هو صح طب إذا بدك تنفيها كيف تحكي يعني بدك تعكسي فبدك ليلي هذا اللون مش أحمل تمام؟ فأصلا إيش بصير؟ أنت قاعد تعطيني جملة خاطئة false طيب الفالس شو عكسه؟ معنى آخر هنا العكس هنا قاعد تعطيني العكس يعني النط النفي تمام؟ شو عكس الفالس اللي هو true تمام؟ هاي هي مثلا خلينا نفترض إنه بي عبارة عن جملة ترمز إلى أن الأرض the earth is round إن الكرة الأرضية هاي بي جملة تحكي لي إنه الكرة أرضية صح ولا غلط؟ إحنا بنعرف إنه الأرض هي كرة أرضية صح؟ ممكن يجي علماء ينفي هذه النظرية ويقول للي false it is not the case that the earth is round يعني مش شرط إنها تكون دو يعني دائرية يعني هي مش دائرية يعني بي بتحكي لي الكرة دائرية الكرة الأرضية لكن واحد إجابة ديين في هذا الكلام شو عكس؟ يعني من نكتب عكس الجملة isn't not round أو إذا بنحنا نبسطها بنحكي إيش is not يعني بس ضاف للنط هون the earth is not round تمام؟ فشوفوا كيف عكسها طيب عنا الكونجوكشن يا صبايا اللي هي الأنت طب أحكي لكم قصة الأنت هاي الأنت قوية كثير قوية كثير 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 قوية فشو ما بتعطيكي true ما بيكون جوابها true إلا إذا كانت الأطراف كلها true لكن مجرد ما شافت في عندها false شوفوا هون كله false false طيب شو يعني هذا يا أستاذة طيب نفترض أنا عندي بي وعندي كيو هم عبارة عن جمل تمام؟ إحنا كل يومي بنستخدم الأنت آه وين؟ أنا ما بديش رح هذا المثال خلي نعطيكم مثال من عندي نفترض هذا هو عبارة عن اليوزر نيم ونفترض هذا عبارة عن الباسورد تمام؟ يلا إنتوا قلولي إذا كان اليوزر نيم صحيح والباسوا و هاي و بالعربي الأنت هاي الأنت إذا كان اليوزر نيم صحيح والباسورد صحيح إنت بتعملي لوقن صح هل رح تدخلي النظام؟ نعم طب لو كانت كلمة اليوزر نيم صحيحة بس الباسورد غلط هل رح تدخلي النظام؟ طبعا لا لو كانت اليوزر نيم غلط بس الباسورد صح كمان ما رح تدخلي عن النظام إذا كان اليوزر نيم والباسورد لاثنين غلط أكيد ما رح تدخلي عن النظام فإنتي متى بتدخلي عن النظام إذا كانت اليوزر نيم والباسورد صحيحة فهاي مثال إنه رمست لك الجمل طيب مثلا حكيت لك بي I am at home أنا بالبيت وكيو هاي بي وكيو شو بتحكيلك it is raining وإنها تمطر تمام؟ فأنا لما أحكيلك بي and كيو يعني لازم إنه بي وكيو شو بتصير الجملة بديك تدمجيهم مع بعض يعني أنا بالبيت والدنيا عم بتشتي أو بتمطر I am at home and يعني حولت هاي الجملتين جماعتهم مع بعض إيش الرابط العجيب؟ الرابط العجيب إني حطيت الand هنا تمام؟ كتبت الجمل يعني أنا بمثالي هات كتبت the username is the true and the password is the true تمام؟ هاي هي ببساطة عملية الconjunction أما disjunction اللي هي إحنا عنا بنسميها بالإنجليزي الor أو هاي كثير مسكينية صبايا أو عفوا كثير مسكينة تحكيلك أنا ما بحكيلك false إلا إذا كانوا كلهم false أما إذا كان في طرف true خلص فأبعتبرها true وكيف منمثلها؟ منمثلها بهاي طبعا هذا الجدول يا صبايا باللون الأزرق إحنا منسميه لتروث تيبل منسميه لتروث تيبل حطي خط عليه إن شاء الله رح نشرحه بالمحاضرة القادمة هذا منسميه تروث تيبل شي يعني تروث تيبل؟ يعني بيأخذ كل الإحتمالات أخذ جميع الإحتمالات تمام؟ طيب خلينا أعطيكي مثال عشان أوضح لك قصة لتروث تيبل أنا إجيت عبيت نموذج حكيت لك أكتبي رقم جوالك أو رقم البيت يعني البيت اللي هو الرقم الأرضي إذا كتبتي رقم جوالك والبيت عادي لأنه أنا قلت لك أي واحد منهم فأنتي اشتغلتي بشكل صحيح طب إذا حطيتي الجوال نفترضي Q اللي هو رقم الجوال والB جوال والQ رقم البيت بس ما كتبتي لي رقم البيت عادي المهم في رقم أصل لك ما أعطتيني الجوال أعطتيني رقم البيت تمام لكن ما أعطتيني لا رقم الجوال ولا رقم البيت هون أنا ما رح أقدر أوصل لك false للنتيجة تمام طيب كيف نعبر عنها بالجمل أنا الB أنا جالسة في البيت بي ترمز I am at home أنا بالبيت والQ عم ترزمز ل it is running إنها عم بتمطر لما أحكي بي or Q شو يعني قصدي بي or Q يعني أنا بالبيت أو بتمطر يعني أنا هيك ترجمتها شفتوا فأنا إيش عملت هنا أنا ضفت الor هنا تمام هاي هي ببساطة طيب ف عندي أيضا نوع خاص من العمليات بنسميها ال-X or بنسميها ال-X or أو ما تسمى بال-Connective or تمام بسموها بالإنجليش Connective or هاي إيش معناتها شفوا هون هاي إلها معنى ثاني بسموها Exclusive or exclusive or أوكي كيف رمزا Exclusive or هيك يعني هلأ إحنا ال-or العادية صبايا هاي ال-or العادية اللي شرحناها قبل شوي لكن ال-exclusive or يعني شوفوا هاي بسموها اني closer or هاي exclusive يعني بتكون تميزوا بيناتها هاي اللي شرحناها قبل شوي اللي هي إشارتها كده لكن ال-exclusive اللي بتكون زي إشارت زائد وعليها دائرة هاي شو معناتها إنه هي متى بتعطيك true متى بتعطيك true إذا كانت القيمتين مختلفتين ومتى بتعطيك false إذا كان متشابهات يعني الفولس هاي الفولس وقت التشابه إذا كانت كل الأطراف متشابهة ومتى بتعطينا true إذا كانت كل الأطراف مختلفة تمام؟ يعني أو مشكلها إنه الأطراف مختلفة لكن هون إذا كانت كلها متشابهة فبتكون false تمام؟ هاي هي ببساطة أيضاً في عنا إشي بنسميها عملية بنسميها implication implication ببساطة إنه B و Q في عندي بيناتهم تربط F و THEN إذا درستي معناته رح تنجحي يعني مثلاً شوفي هون أنا بحكي إذا أنا حكينا B I am at home ولي Q معناته is running فأنا كيف بدي أعبر F و THEN بعمل B imply Q بنلفظها هاي imply أو implication فشو معناته هاي الجملة If I am at home then it is running يعني أنا لما أجلس في البيت هي يتمطر تمام؟ هاي هي ببساطة طيب خلينا نشوف أنا وإياكم عشان نفهمها هاي منيح الجدول هذا لتروت تابل الجدول هذا بنسميه إيش تروت تابل حكيت لكم رح نشرح عنه إن شاء الله المحاضرة القادمة طيب نفترض إنه B درست و Q انجحت تمام؟ إذا درستي إذن رح تنجحي فالجواب إيش true طيب ممكن إنتي تدرسي إذا درستي وما انجحتي بحكينا هاي غلط يعني ما في حدا بدرس صح وما بينجح طيب ممكن أنا ما أدرس بس إيش أنجح بتصير بتصير إنه حدا ما بدرس بس عم بنجح بس ممكن إنه أنا ما درست فبالتالي ما نجحت كمان صحيح لأنه اللي ما بدرس ما رح ينجح أوكي فبالتالي هاي true فمتى هي بتعطيني false إذا كانت الشرط الأول true وكانت هاي false فهي بتعطيني بس بالحالة هاي false أما باقي ما باقي كله true تمام؟ طيب هلأ كل الفكرة تاعتها هاي لازم تنتبهوا إنه أنا بحكي بي إمبلاي كيو بهذه الآلية تمام؟ إنه فيه عندنا إيش بيسموه الكونسيكوانس يعني فيه ترتيب بالأحداث يعني لازم تنتبهوا على وقوع البي والكي يعني بي تحدث بعدين بتحدث كيو يعني أنا قاعدة بالبيت بعدين مطرت أنا درست بعدين طلعت النتيجة تمام؟ فهذا هو اللي بيسموه كونسيكوانس أوكي؟ طيب عشان نفهم موضوع الامبليميكيشن أكثر خلينا نشوف هذا المثال بحكينا الآن لما بنرحكي عن البي إمبلاي كيو يعني إف ذن أوكي؟ أنا مني محتاج أحيانا إني أعبرها بي أي عملية اتصال يعني معنى آخر يعني ما في داعي إنه أنا ممكن إني أستبدل هذه بعمليات ثانية بالبي والكيو رح نتعرف عنها لقدام أوكي؟ خلينا نفوت بمصطلحات إن إنجليش على سبيل المثال بحكي إف دمون إز ميد أوف جرين تشيز ذن آي هاو مور موني ذن بالقيتس يعني شوفوا هون آآ أنا قاعد بعبر عن الكلمات بالإنجليزي بشكل order يعني مثلا أنا قاعد بحط هنا إف هاي الجملة شايفين هاي السهم هاي معناتها إف وذن يعني إذا كان القمر مصنوع من أو صنعته من الجبن الخضراء فأنا رح أصير عندي مصاري أو فلوس أكثر من بيل جيتس اللي هو هذا أغنى واحد بالعالم تمام؟ شوفوا الجملة اللي بعدها الجملة بتحكي إذا كان فعلا مصنوع أو تم مصنعه من الجبن الخضراء إذا أنا في الويل فير أوكي؟ المهم فهيدي معنات إذا كان نرجع نعيدها إنه القمر مصنوع من الجملة الخضراء فمعناته هذا إشي كويس يعني معنى آخر إذا أنت ما بدك تكتبي هاي الإشارة منقدر إنه نعبر عنها بإث وذن تمام؟ مثلا إذا كان واحد زائد واحد بساوي ثلاثة لو كان فمعناته إنه جدتنا لبسة أحذية الحرب وهكذا يعني ممكن الآن يعني تشوفوا الموضوع إنه صعب بس لقدام رح تتضح الأمور أوكي؟ فهاي هي ببساطة هو بحكي إنه هاي الطريقة اللي إحنا نعبر عنها باللوجيك كونديشنال يعني هاي الـ if then لها اسم ثاني بسموه logical conditional يعني أنا قاعد بحط شرط مثلا if I am elected يعني إذا أنا رح أنتخب رح يكون then I will lower taxes رح يخلي عندكو الضرائب قليلة يعني هاي هي if you get 100% بالفاينال إكزام إذا أنت جبتي 100% بالفاينال إكزام معناته رح تحصلي على الآ فأنا قاعد بعبر عن هذه الجملة أوكي بالبي والكيو بدون ما أكتب الرموز يعني بالإنجليزي وليس رياضيا يعني شوفوا هذا التعبير تعبير اللوجيك منطقيا عفوا وهذا التعبير بالإنجليزي طيب خلينا أنا وياكم نكمل طيب إذا إحنا إجينا على الجملة الأولى وعكسناها مثلا شوفوا الآن بدنا نحول أنا وياكم الجملة شوفوا الآن إذا يعني هون عندهم تم انتخابه وشوفوا الآن أنا استخدمت أكثر من عملية شوفوا هنا إيه هون عندنا أن وما صار فيه تخفيض للضرائب معناته ذن هاي ذن المصوتين شو رح يعملوا سواء كان هو أو هي إيش رح يعملوا هو أو هي كمان استخدمنا الأور يعني بلشنا إحنا إحنا بلغتنا العادية بنجمع أكثر من روابط مش سوف فيه روابط اللي هي الوا والذى وثم وأبصر إيش نفس الإشي عندنا برياضيات فهاي كل هات إحنا جمعناهم بجملة وحدة فرح يكونوا المصوتين إيش يعني رح يغادروا المقر الانتخابي تمام؟ فهاي هي فنفس الحالة فإذا كانت أنا عندي بي ترو أند كيو إز فالس شو رح يكون الجواب بهاي الحالة خلينا نرجع أنا وياكم للجدول إذا أنا بي كانت عندي ترو يعني هاي كانت ترو بس هاي كانت فالس فإذا الجواب بيكون فالس بس بهاي الحالة اللي أنا الشريطة عندها هون يعني الاسلايدات بتحاول توضح الشرح السابق طيب هلا بي أند كيو كيف ممكن نحكي عنها بنحكي عنها إف ذن وفي ناس ما بيكتبوا الذن بيكتبوها هيك على طول بي فاصل كيو في ناس بتحكي بي إمبلايز كيو في ناس بتحكي بي إف كيو في ناس بتحكي كيو ألس نط بي وفي منهم بيقولوا كيو وين طبعاً وين هي نفسة اف اكيو اف بي اكيو يعني وينيفر هي نفسة اف هي نفسة وين اوكي اكيو فالو فروم بي تمام فهذه الجملة بنعبر عليها بكل هذه التعبير بي is sufficient for كيو كيو is necessary for بي تمام فممكن أحكي أنا necessary condition for بي يعني الشرط الأساسي اللي تحقق بي for q is b هذي كل الجمل تعتني ايش b imply q تمام فهي بتكو تحفظوه هذا هذا السلايد يا صبايا حفظ ليش لأنه مكرى بالاختبار بيجيكي مثلاً هاي الجملة تمام هاي الجملة بيقولك حوليها للوجك هاي شو جوابها b imply q تمام هاي شو منعمل هون هون هاي شو جوابها كمان b imply q ليش لأنه هون necessary حكى necessary معناته بتحطي b بعدين q لكن لما يحكي sufficient معناته شو بتحطي هون بتحطي بي هذي اول بعدين هذي تمام فهذه كل العبارات اللي باللغة الانجليزية بتعني هذه الاشارة فانتو بتكون تحفظوا كل هذه العبارات اوك طيب نشوف بس اا اوك هلا في عنا اشي احنا نسميه contrapositive او ما يعرف بالinverse يعني خلينا نتعرف على واحدة وواحدة هلا انا لما احكي بي and q الconverse منها يعني العكس انه تخلي شوفوا هون عكسنا ب imply q يعني عكست الجملتين اوك فهذا ايش منسميه منسميه الconverse طيب انا نفس العبارة هذي نفس العبارة الموجودة عندي شوفوا اللي هي العكس يعني مثلا اجي احكيلك b b معناته ايش درستي q معناته ايش انجحتي تمام انجحتي فلما انا احكي b imply q يعني اذا درستي رح تنجحي هون شو العكس انجحتي لانك درستي كأني بحكي هون ما نجحتي هون ما نجحتي يعني ما درستي تمام هاذا ايش هو هاذا بسموه الكنترابوزيتر لهاي التعبير طيب خلنا شو اللي بحكي ما درست وما نجحت يعني هذا منسمي الانفيرس اللي هو العكس تمام فلازم اتميزوا ما بين هذه المصطلحات لازم اتميزوا بين هذه المصطلحات فخلينا نشوف انا وياكم على هذا المثال مثلا خلينا نشوف على اه اترينيج 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 طيب خلينا نشوف كيف بنعمل كونفيرس وينفيرس وكنترابوزيتر تمام خلينا اول واحدة هاي عندي جملة هون شو بحكينا هون هاي الفكرة كلها ياتا it is raining انها هي عم بتمطر هي عم بتمطر for my not going to town وانا يعني فعليا ما روحت على المدينة الكونفيرس الكونفيرس انو انا قاعد بعكس الجمل يعني بعكس موقحن هذا الموقع تاع بي وهذا الموقع تاع كيو فشو بالكونفيرس انا بعمل بجيب الكيو اول بعدين البي هذا هو الكونفيرس الانفيرس انا قاعد بنفي شوفوا بي نفيت حطيت not هون عالبي هي running شو قلت is not running ما عم بتشتي اوكي وهونا كان فينا في شلته يعني بعمل العكس تمام هذا الانفيرس اما الكونفيرس الكونفيرس اللي احنا حكينا هون انا بعكس وبنفي يعني شو عملت انا هون شلت النافي اللي عكست اول اشي جبت اول اشي كيو هنا وبعدين جبت بي هنا وبنفس الوقت شلت النافي من هون هذا بالكونترابوزيشن وشو عملت هون حطيت النافي يعني اذا كانت مثبت فيها واذا كانت نفي بثبتها تمام فركزوا بهذا المثال عشان تطبقوا على نفس هذه المفاهيم الثلاثة طيب رح نحكي عن اخر اشي اللي هو البي بمحاضرتنا لليوم البي صارمي جدا جدا بتحكيلي اسمعي انا عندي F و Q تمام B اذا حست B بتحدث Q تمام اذا ما حست B معناة Q ما بتحدث فاذا بتلاحظوا هون اللي true وين متر بتعطيني true اذا كان المتماثلات اوكي يعني حست B معناة Q بتحدث في الجملة صحيحة ما حست B وما حست Q كمان صحيحة يعني يا ثنتين بصيروا يا ثنتين ما بصيروا لكن شوفي بالوسط B حست و Q ما حست لا هذا مش منطق الحكي عند بالبي كونديشنال البي كونديشنال انو الكل بنفس المركب سايرة يعني كلهم بنفس المركب او انو B ما حست و Q حست كمان هذا الكلام مش منطقي اوكي فخلينا نشوف على سبيل المثال انا حكيت B هي عبارة I am at home انا بالبيت و Q بترمز لجملة انها عم بتشتي بتمطر فالبي كونديشنال ايش معناتها I am at home if and only if it is raining يعني انا بالبيت اذا شتت اذا كانت برة عن جد بتشتي اذا بتشتي معناته انا بالبيت اذا انا مش بالبيت معناته ما بتشتي يعني هاي دايما الاحتمالات الموجودة تمام بس انتبهوا يا صباي احنا عنا برياضيات منكتب if and if وقبل شوي كتبتها هاي معناتها هاي if and only if يعني هذا شرط جازم لازم هذا يحدث وهذا يحدث هذول مرتبطات مع بعض الطرفين يا بيحدثوا يا ما بيحدثوا تمام هاي هي ببساطة اذا هاي هي الباي كونديشنال احنا بنعبرها بالانجلش بكلمة if and only if وزي ما حكيت لكم احنا رياضيا عشان نختصر على لحانة بنحكي i i if i i if تمام وبمعنى اخر هذا هي شايفينها هاي ها بنعبرها هون فاحنا في عنا طريقتين يعني انا عشان اكتب شوفوا كيف احنا بنحكي بي وفي سهمين الباي كونديشنال كيو فممكن نكتبها بهذه الطريقة او بالانجليزي بنحكي عنها كالتالي بي is necessary and sufficient for the cue او بنحكي بي then cue and conversally يعني وبالعكس صحيح تمام فهذه الجمل اذا انت شفتيها بخلال النص فمعناته على طول لازم تعرفي انو العملية المنطقي اللي عندك باي كونديشنال تمام رح نوقف لهم وان شاء الله المحوضرة الجاي رح نحكي بالتروت بالتوفيق